اشتركوا في القناة دائما ما يكون لون الجسم هو في النصف السفلي من الجسد كما تشاهدون اللون الأخضر في النصف السفلي من الأوثى واللون الأزرق في النصف السفلي من الضكرة وعلامات الأجنحة والضهر وعلامات الزينة تختفي في أجزاء عشوائية من الأصفر أو الأبيض الطائر الحامل لهذه الطفرة لدي عيون سوداء دون حدقات بيضاء كالطفرة العادية عند الجهوزية الإناث يصبح كورها بني أما الضكور فيضل كيروها وردي فاتح وهي تتبايز أيضا بأرجل وردية عكس المنقط السائد والذي يكون بأرجل زرقاء أو رماضية هذه الطفرة تجعل لون الطائر لون مميز درجة لون الجسم والعلامات تختلف عند كل الطائر أحيانا يحمل الطائر علامات الزينة وأحيانا أخرى لا يحملها لكن ستظل أجزاء من اللون الأساسي حاضرة وأيضا خدود الوجه تكون بلون أبيض متخلل بها والآن فلنشاهد طريقة إنتاج وكيف تعمل الوراثة عند هذه الطفرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة